في سنة 1959 أصدر شيخ الأزهر محمود شلتوت فتواه الشهيرة بجواز التعبد بالمذهب الشيعي كانت الفتوى أكبر خطوة للتقريب بين الشيعة والسنة فقد اعتبرت المذهب الشيعي لا يختلف عن المذاهب السنية الأربعة رغم ذلك ظلت فتوى شلتوت منبودة من الشيعة والسنة معا نحن نأخذ الإذن والتجويز والضوء الأخضر من محمود شلتوت أحنا لنا موقف وعلماءنا ومشايخنا لهم موقف من هذا التقريب هذا إن شاء الله حديثنا معكم ولد محمود شلتوت في مصر سنة 1893 درس وعمل بالأزهر قبل أن يصبح الشيخا له كان شلتوت أحد أوائل دعاة التقريب بين الشيعة والسنة أسس سنة 1947 دار التقريب بين المذاهب الإسلامية رفقة علماء الشيعة والسنة عاماً واحداً بعد توليه مشيخة الأزهر أصدر شلتوت فتوى جواز التعبد بالمذهب الشيعي تقول الفتوى إن الإسلام لا يجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين وإن المذهب الجعفرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة طوال ستين عاماً أثارت فتوى شلتوت الجدل وظهر من أنكر وجودها أصلاً من بين هؤلاء يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنا لم أرى هذه الفتوى عايشت الشيخ شلتوت عدة سنوات كنت من أقرب الناس إليه ما رأيته خاله هذا ما كأين كتبه؟ جاء الرد على القرضاوي سريعاً مدير مكتبه الخاص عصام تليمة وهو أيضاً عالم أزهري يؤكد أن شلتوت أصدر فتواه فعلاً كتب تليمة على موقعه مقالاً قال فيه إن شلتوت نشر فتواه في مجلة رسالة الإسلام التابعة لدار التقريب وأنه كان مقتنعاً بها مفتي مصر السابق علي جمعة يؤكد بدوره صدور الفتوى ما صحت فتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري نعم صدر خطاب من مكتب شيخ الأزهري الشيخ شلتوت بأن المذهب الجعفري أحد المذاهب التي نأخذ منها وعلى هذا فإننا لم تتوقف الحرب على فتوى الشلتوت إلى الآن هناك من يعتبرها فتوى سياسية صدرت بيعاز من الرئيس المصري جمال عبد الناصر صدرت منه شخصياً بضغط من عبد الناصر لأجل تطييب الخواطر مع الشيعة في العراق بزعامة السيد محسن الحكيم فالفتوى لم تكن شرعية كانت فتوى سياسية الشيخ السلفي المصري محمد إسماعيل المقدم يرى أن الشيخ شلتوت خدع من قبل العلماء الشيعة قالوا له إن مذهب الشيعة لا يخترق عن مذهب أهل السنة وطلبوا منه أن يصدر فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري فاستجاب لهم وأصدر فتوى في شأن جواز التعبد ستون عاماً مرت على فتوى الشلتوت وانهارت آخر دعوات التقريب تحولت المنطقة إلى حلبة صراع شيعي سني في كثير من الدول وملأ العداء الفضائيات اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وإمتهم وعلمائهم اللهم صلِّط عليهم الغلاء والبلاء والوباء أثبتوا لنا أنكم أهل السنة أهل البدعة إيه نعم أقروا بذلك أهل الخدعة نعم يعملون بالبدعة صراحة مثل الطلاق البدعي مثلا ويقرونه شلون تقول لي أهل السنة أنت؟ اليوم يبدو التقريب بين السنة والشيعة أصعب مما كان خيط الضوء الوحيد أنه ما زال هناك من يؤمن بفتوى شلتوت بالتعبد بجميع المذاهب لدقائق مولانا هل يجوز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية أو لا يجوز التعبد؟ أقولها فتوى مولانا لا إشكالة بجواز التعبد بجميع المذاهب والاتجاهات الإسلامية هسا ما رد أقول والدينية مولانا توفي شلتوت بعد ثلاث سنوات من فتواه خلال الفترة الماضية قليلنا فقط تبنوا أفكاره أما اليوم فضاعت دعوة تقريب في فوضى الحرب الطائفية